اشتركوا في القناة في البالي التعديلات الكبيرة اللي يحتاج لها نزلها شرح هنزلها الباتشات الصغيرة يعني احتمال في الفترة الجاية ما حشرحها بالتفصيل بس لو في اي شي ضروري هنزل له باتش نوت مبدئين في كل الحالات خلينا نبدأ الباتش نوت هذا طبعا انهو السيزن اللي فات انتهى نهاية رسميا وحينزلوا الجوائز حق سيزن تسعة اظن اي احد غولد وفوق حينزل له اللي هو الفكتوريس اتروكس ومادر اذا في اي حاجة تانية بالنسبة لي ما هو ضروري وبعدين نزلوا او تحديث الجديد موضوع الـ Elemental Rift طبعا غيروا حاجات كثيرة في القيم اول حاجة اساسية غيروها الـ Elemental Rift او الدراغونز الدراغونز غيروا النظام كليا في الاربعة دراغونز اللي تنزل في الخمسة دراغونز اللي تنزل المستحيل يجي Red الثالث مستحيل يجي Red الثاني نزل نزل Cloud الثالث مستحيل Cloud ومستحيل Red فخلاص صار فيه تسلسل مختلف اول ثلاثة دائما حيكون مختلفين وأول ما ينزل الأول وبعدها هينزل الثاني اول ما ينزل الثاني يتحدد الثالث لما يتحدد الثالث الخريطة Call ستتغير على حسب ايش الثالث حيكون الأول نزل red الثاني نزل cloud الثالث نزل mountain أو لسه ما نزل قبل ما ينزل من يوم ما ينتهي الثاني يتحدد الثالث الخريطة كلها تتغير على حسب الثالث وكل واحد من الأربع يغير الخريطة بشكل مختلف Once the map transforms, all future elements dispawns All future elemental drake spawns will be out of element only الثالث نزل red الرابع, الخامس, السادس, السابع حينزل red دايما فخلاص من يوم ما أول واحد نزل ثاني واحد نزل الثالث نزل شي خلاص اللي بعده اللي بعد الثالث يعني النزل الرابع الخامس دايما هيكون نفس الثالث بالضبط فهذه هتغير طبعا مجرى الجيم هنتكلم عنها بعد شوية فالinfernal drake لو نزل أو red لو نزل هيتغير المدخل حق drake هو تكسر شوية هم فتح زيادة وفي نفس الوقت جوا الجنغل المحلة اللي فيه الشي اسمه ال red buff صار فيه ثلاثة مداخل فطبعا هذا في الجهتين في ال red في الجهتين وفي نفس الوقت في المدخل حق دراغون لو نزل الماونتين ريفت هيتغير 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 صخور زيادة في الأرض قداما دريك في الصخرة هنا وفي الجنغل في الصخرة هذه زيادة لو نزل طبعا يعني لو ثالث واحد لو نزل الأوشن الأوشن ايش هيسوي في كل مكان هيتطلع بوشات زيادة في مجموعة أماكن كثيرة هيتطلع فيها بوشات زيادة بوش هنا بوش هنا بوش هنا في موفا سبيد لكل الناس اللي تدخل فهذه التغييرات الانفيرومنتالية الانفيرومنتالية كلمة جديدة هذه اختلاتها التغييرات في الطبيعة على حسب الدراغون الثالث الدراغون الأول نزل الدراغون الثاني نزل أنقتل أول ما يقتل الثاني حيتحد إليش الثالث حتتغير الخريطة كليا إلى النهاية القيم وبعدين من بعد الثالث خلاص نفس الدراغون اللي نزل ثالث واحد حينزل لنهاية القيم هذا أول شيء لازم نعرفه الشيء الثاني ضافوا برضو في الخريطة على side lanes في top وفي البوت الجزء الزياد هذي سموها side الكوف وزودوا بوش طبعا هذه على حد المي ما حتغير طريقة لعب اللين مرة كثير بس حتغير طريقة القانك I don't see any benefits لما القانك يحاول هذا نقدر نشرد من هنا أو القانك يجي من هنا ويدخل من هنا ويجي من وراهم it will give more strategic حتى شوية استراتيجيات جديدة في طريقة القانك ما أظن تغير لعبة ما تغير طريقة لعبة اللين نهائيا ما أدري وجهة نظري ويمكن غلطا river entrance brush ضافوا brush جديدة قدام ال river هنا في الجهة هذه والعكس أو بعدين ضافوا حاجة جديدة اسمها elemental يعني في part of elemental حاجة اسمها dragon souls قلنا أول ثلاثة dragons ينزلوا قتلت الأول قتلت الثاني قتلت الثالث بعدين قتلت الرابع أي team يقتل أربعة drix يقتل أربعة drix لازم team يقتل أربعة drix في أي وقت كان يعني جاء team الأول قتل اثنين بعدين جاء team الثاني قتل أربعة هياخد soul الروح حق elemental dragon المسيطر على الخريطة اللي هو طبعا الثالث خلاص احنا نعرف soul حق dragon هي soul حق dragon الثالث اللي صارت الخريطة بشكل حقه يعني لو كانت soul لو كانت الخريطة red السول اللي حناخدها لو جيبت أربعة dragons ستكون red الوين so the first team to slay four elemental drakes يعني أول team يقتل أربعة drakes حياخد dragon soul matching the elemental rift matching يعني السول حتكون حق قتل دريك اللي هو ما اخذ الخريطة وبعد كده الألدر ما حيطلع إلا لو في team قتل أربعة dragons الألدر ممكن ما يطلع الجيم كله نهائيا لو ما في team أخذ أربعة dragons يعني team أخذ ثلاثة dragons و team أخذ ثلاثة dragons الألدر dragon ما هيطلع نهائيا أول ما أي team ياخذ أربعة dragon الدراجون اللي بعد هيكون elder و whoever و من ياخذ الرابع هياخذ dragon soul السول هاتي ستجل اسمعها لين نهاية الgame ما يفرق مت حيت عشت السول هاتي تبقى ستأخذ كل ثلاثة ثواني سواء سويت auto أو ability ستسوي AOE damage يعني لما تضرب واحد كل ثلاثة ثواني سيسير لها رساة تضرب ضربة في ضربة ستسوي AOE الماونتن soul لو كان عندك soul حقا الماونتن سيجيك طبعا لما تطلع out of damage يعني تطلع برا combat بعد خمسة ثواني يجي لك shield 4-2-2-5 يعني أي damage تسوي لازم تضرب damage تسوي سيرجع لك health ويرجع لك mana إذا كان عندك cloud soul ستأخذ 10% increased movement speed طول الوقت طول الوقت ولما تسوي ulti بعد ulti يجيك movement speed 30% لثلاثة ثواني هذه في حالة soul يعني شوية لخبط على dragon زيانا لما تفتر dragon في بف تأخذه ما تكلمنا عنه حنتكلم عنه درحين dragon soul لو أخذتها معناها لو قتلت 4 drakes لو تيما تقتل 4 drakes تأخذ حجاز دراجون درحين في بفين من الدراجون مو واحد بف على دراجون لما تقتله يعني كل دراجون تقتله تأخذ بف زي السيزون اللي فات البف تغير على السيزون اللي فات حنشرح ها بعد شوية ولو قتلت 4 drakes تأخذ dragon soul الدراجون سول فيها بف مختلف فهم مسويين الكرام هذا كله عشان يبغوا التيم اللي dominant أو اللي فائز في الجيم يخلص الجيم أسرع يبغوا الجيم يخلص أسرع إلى حد ما بعد كده نخش في كل دريك ايش يعطيك الانفيرنال كل الانفيرنال تأخذ وحيزود لك الاتاك دامج والعبريتي لا تنسوا قلنا إذا الدريك الثالث كان انفيرنال الدريك الرابع والخامس والسادس والسابع حيكون انفيرنال اللي ما في تيم ياخد أربع دريك عشان ينزل للإلدر فممكن تجيب أربع دريك من نفس الدريك ما عزي أول بس ثلاثة ممكن تجيب أربعة يعني ممكن ما خط الدريك الأول ما خط التاني قمت واخدت الثالث والرابع والخامس والسادس صار عندكم أربع دريك من نفس الدريك وهذه تبقى معاك نهاية الجيم طبعا هذه مشابه اللي كان السيزن اللي فات إنه والله لما تقتل الدريك تأخذ بف والبف هذا هذا بريسنتيج أتلاك دامج أو بريسنتيج أبل من خمسة إلى عشرين في البيئ الماونتن كل ماونتن تقتلو حيعطيك تمانية ستاش أربعة وشرين اثنين وثلاثين أرمور وماجيك رزيست يعني حاليا بيقولوا الماونتن يمكن the most OP للتيم the most OP دراغن الماونتن الماونتن يخليك سيرفايف بطريقة وحشة تخيل تخيل تيم تانكس عشان كده بيقولوا الميت هذي احتمال التانكس حتكون فيها مرة كويسة لانه لو فيه على حظك طبعا على حظك لو جاء ماونتن وتانكس اخذ له 20% ولا 16% زيادة أرمور وماجيك رزيست هذا سيصير انكيلابل وهو وشايف الاتم حق التاسستين مرة كثيرة صارت في القيم ومع هذي تخليه مستحيل يموت بالنسبة للأوشن المسينغ هلث ريجن بير 5 سيكن أول فاكرين كان الأوشن ما يشتغل طول الوقت يرجع لك هلث ريجن يعني وانت بتبضارب يرجع لك هلث ريجن فهذا صار مرة ممتاز مقارنة بس يوزنا اللي فات وهذا برضو هيكون مرة كويس في بداية الجيم في ميد جيم في ليد جيم يعني تخيل ماشي عندك 20% هلث ريجن طول الوقت وانت ماشي انت عندك الألتي حق تمندو على طول الكلاود دريك هي المست او بي دريك وانت كمس توم سبسيفيك شامبيون في شامبيون محددين الكلاود دريك هيكون عليهم مو طبيعي مو آدمي لانه هيفكر لك أرف في 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 سامنا الريفت كل كلاود دريك تاخدو حينقص الـ CDR حق الـ الـ ببرسنتاج 10 20 30 40 إغنور الـ CDR كاب إيش يعني إغنور يعني ما الأم مصراح بالـ CDR كاب اللي هو 40% أو 45% إذا أنت ما أخذ الرون حق 5% زي هذا حق اللي شسمه فممكن تلعب بتشامبيون زي لكس وتاخد 85% CDR يعني الت زي ك الـ الت طول الوقت طبعا كارثس هيصير خرافي طبعا شسمه حتى البس مو البس بلا حتى البس أي شخص من من 45% CDR سونا في السابورت طبعا طبعا عشان يجي كلاود أربعة ولا ثلاثة حيكون مو كاسدن حيستفيد الفيش حيستفيد فيغر حيستفيد هذي هذي تفيدهم كلهم بس الفكرة هنا لا تنسو يا شباب إنه أي دراغون حينزل غير معروف أوكي فإنت وحظك فلو جاء حظك إنه دخلت فممكن تختاروا نفس التيم طول الوقت كل جيم تلاعب مختلف وهذا يعني اللي بالنسبالي صار مرة حلو في الجيم أوكي يعني ممكن نفس التيم كومبوزيشن كلنا أخذنا يعني دايف كومب ولا أخذنا بوك كومب ولا هذا الجيم هذا غير الجيم جي غير الجيم جيم يعني باعتبار إنه والله يبلعب قدام الناس مختلفين هذا على جنب أكيد بس نفس الجيم ميكانيكس يتغير عشان المابحة يتغير عشان الشكل حتى تغير بعد كده الالدر دريك الالدر دريك إيش صار في بعد ما أي تيم أخذ أربعة الالدر دريك هيبدأ يطلع وحيبدأ يطلع كل شوية كل ستة دقائق سوري لو قتلت بعدها ستة دقائق يطلع مرة ثانية لا والله دريك سبون ويندو خمسة دقائق بعد آخر الرابع الدريك الرابع بعدها خمسة دقائق يطلع الالدر وبعدها كل خمسة دقائق يطلع مرة ثانية كانت ستة دقائق وهي في شكل ومنزلوها الخمسة دقائق حاليا اللي صار في قللوا الهلث حقه في البداية وزودوا على الساسة يعني ممكن ينزل من بدري لأنه ممكن ينزل لك من دقيقة ستة وعشرين يقول لك من دقيقة ستة وعشرين ممكن الهلدر دريك ينزل لو في واحد من التيمز اخذ الاربع دريك اللي في الاولى من بدري الهلدر دريك ممكن ينزل الابدر من اول فقللوا في البداية وخلوا الهلث يزيد طبعا انت عارفين البوسز الكبيرة هذول اللي في حقهم يعتمد على لفل حق اللاعبين دائما الالدر دراجون غيروه شوية شاء منه البوف لا يزود البوفات حق الدريك نهائيا خلاص انتهينا انشاء لت نهائيا البرنامج موجود ودبله خلوه فهذا موجود ويزيد الدامج يعني من 90 لهذا على حسب قديش وقتنا في الجيم كل ما طول وقت الجيم كل ما زاد البرن دامج حقه كانت توريك فين شكل لهم ما عاد صار سويها كان اول لما تاخذ مرة ثانية يدبلهم هذا كل ما فيه الجديد دحين اذا كان عندك يلد دريك وضربت اي احد هلثه فجيت كده سويت auto attack على واحد حينطلق منك كده زي البيم ليزر الليزر هذا ممكن يبعد عنه الاخ لو ما بععت عنه يقتلك اذا انت 20% واقل ضربة واحدة ستموت والليزر هذا يشتغل سواء سويت auto attack ولا ability والليزر هذا لو جات سويت auto attack ضربت اي auto attack وبعدين انا سويت flash من الليزر هذا تضرب auto attack ايجي الليزر مرة ثانية ما في cdr فاهمين فاللي ياخد الالدر دريك يعني 95% او 95% حيفوز البيم وهم يبغوها يبغو whoever dominates ياخد الالدر يبغو تفوكس على objectives يبغو تخلص البيم ابدر طبعا التغييرات هذي كلها حيشوفوا في preseason تأثيرها على نقصوها على حسب كيف preseason حيصير six minutes after one team kills their fourth elementary six minutes ايش قريد 5 minutes ايش هذي عشان الله لاخبط الناس دريك سبون ويندو دريك العايد هيطلع كل خمسة دقائق اول مرة هيطلع بعد خمسة دقائق وبعدين كل خمسة دقائق هينزل دريك داني اول كانت ستة ستة والالدر دايما هيبدأ ينزل الى دريك بعد هنتهى ما هتنزل دريك عادي و لما تاخد دريك ثاني طبعا لا تنسى انه البف هذا اللي تاخده اللي هي البرن هذا يجلس بعد ما تاخده دريك ثلاثة دقائق وبعد ثلاثة دقائق يروح بس نفس الشي نفس الطريقة فكل دريك ترجع تاخده حيديك بس هذي الاثنين يعني خلاص ماعد حيدبل لك قيمة الدريك الثانيين ماعد حيصير لك لها حيديك البفات هذة في ثلاثة و لو مد يروح منك البف طبعا بعد كده البارون بف كل اللي سوو غيرو من ثلاثة دقائق و نص لثلاثة دقائق فصار الوقت التايمر حق البارون والتايمر حق الالدر ثلاثة دقائق بعد كده غيرو البف فيجيولز هذة كثير بيشتكو منها هتقول لك مايبان هذة عنده بلو هذة عنده ريد هذة مدري يش بيسوي مع نفسه هذة عنده بلو ريد و زحمة هذة عنده بارون اظن وهذا عنده الالدر والله اعلم اظن في ناس كثير اشتكو من ما هم قادرين يشوفوا الكلام هذا حاجة كمان توا في الريفت هارل ده يطلع بدري في الجيم بدل عشرة دقائق يصير يطلع في تمانية دقائق وبعدين يمكن يصير ل مرة ثانية فالريفت هارل يمكن يطلع مرتين الدي سبون زي ما كان أول 19 30 و 29 و 50 يضرب الهيلث حقه نقصو عشان ينزل بدري ولا تاكس سبيد حقه نقصو صار أسهل تاخده الريفت هارل اتغير ده حين السمن كان أول سوي له سمن كده أربع دقائق ده حين ثانية واحد يطلع على طول والآية حقه تجلس في الأرض بس 20 ثانية ومش تمشو عارفينه الأفريج حق الريفت هارل لما تاخده مش لما تنزله هذا مش ضروري الهيلث حقه نقص الدامج صار لما يسوي دامج على لما يضرب تاور يضرب تاور على حسب الليفل حقه الدامج اللي يسوي على التاور على حسب الليفل وفي نفس الهيلث حقه كان لما يضرب تاور ينقص 25% دا حين نقص 66% عشان في رفتين ما هو واحد صار يبغو يموت اسرع يعني حتنزله تضرب بتاور واحد وانتهينا ما تاور بتاور تاني اول كان في مجال ممكن ها تاور احين هكون اصعب مرة كتير او سوري زودو ونزلو زودو للسولو ونقصو للدو اذا كنت لحالك فاللين الوضع الحالي حوالي 2% اذا كنت دو فاللين الوضع حقك حينقص حوالي 2% ايش معناها بالنسبة للدو لينرز معناها فريزين is viable again في السيزن اللي فات بالزات من شهر خمسة او شهر اربعة فريزين بيكيم not very efficient it is still اوكي بس is not the best حاليا فريزين is very efficient ايش معناه الكلام هذا معناه يبغوا السولو لينرز لبلهم اعلى من الدو لينرز هذا طبعا معروف بس يبغوا السولو لينرز لبلهم اعلى مشابه او اعلى من الجنغلر في نفس الوقت ويبغوا يتخلصوا من موضوع الفنالين بطريقة او باخرة هم بيحاولوا قد ما يقدروا انه الفنالين انتهي وهذه واحدة من التمس حقتهم عشان ترديوس فنالين ما يبغوا يشوفوا الدوز الغريبة اللي تطلع في القيم فهذه دير التمس تريموف الدوز هذه البطلين اكيد حيتأثر من الكرام هذا انا متأكد ويمكن يسووا تويكس بسيط عشان التورت بليتنج زودوا التورت بليتنج رزيستنس لو كان عدد الناس اللي موجودين قدام التورت اكثر كان لو فيه ثلاثة اشخاص مش شخصين حيزيد الرزيستنس من 25 ل35 ايش الفكرة من الكرام هذا ما يبو كتير التورز مرة بسرعة بدري ما يبو واحد التيم كده يجمع بدل 30 هلت هذي المرة اللي فات اللي ما سووها استحدثت الميتة حق السستين لينز وصار كل لينز تبني دور انشيلد انا متخوف صراحة اني اشوف الميتة هذا مرة تاني انه كان ميتة مرة بغيض مرة مزعج اللي كانوا الناس ياخدوا فيه ريلك شيلد ودور شيلد واحد ياخد ريلك والثاني ياخد ريلك اتمنى ما نشوف الكرام هذا مرة تانية بس بنفس الوقت على الرينج 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 عدل التعديل هذا يبغو مخصوص للمي الرينج على اساس لو فيه قدام واحد رينج الجنج شاله نهائيا الكاتشاف اكس بي شوف فيه ناس كثير ناس مرة كثير يعني كان دايما على الكاتشاف اكس بي كويس تخلي الواحد يقدر يرجع على القيم تخلي واحد يقدر يسوي ملتبل قانك وبعدين يرجع يفرم في يلحق الادم اللي قدامه مقابل الناس اللي ما تسوي قانك نهائيا ما يستفيدوا منها انا انا اؤيد انه الكاتشاف اكس بي ما هو موجود انا اؤيد عام تنفي الجيم كله صراحة مو بس في الجنجل انا اؤيد انه انا سويت 3-4 حاجات في بداية الجيم منسبالهم الكاتشاف كانت على اساس والله الجيم ما يكون دائما one-sided ما اختلف بس أنا من الناس اللي يحب we should reward people who do the right thing يعني لازم ايش يعني reward people who do the right thing الناس اللي يسووا الحاجات الصحيحة المفروض انهم يكسبوا منها دا يريب the rewards انت اول خمسة دقائق عدمت ام الجيم بادلت فوق قتلت هذا شلت ال xp رحت عالجنجل حقهم عدمت وشلت نصر الكامبس حقته وراح جلس يفرم لحقك ليه i have no idea فأنا مقتنئ بها طبعا العيبة الوحيد في الكلام هذا انه في جنجل الكثير هيطلع برا الجيم في جنجل الكثيرة اللي هما farming جنجل they won't be able او سوري او نشوف في جنجل سيسوي لهم buff لانه هذا الشي الوحيد اللي كان ممكن يخلي هم يجلس في الجيم في كل الحالات first camp bonus xp عشان شعروا الketchop xp زودوا xp اللي تاخدوا من اول camp 120 165 camp timer صار بدل ما يطلع في دايقتين ونصف كل camp صار يطلع في دايقتين على طول كل camp تشيلو دايقتين يرجع في team هاد vision ودحين على كل camp صار في timer لو كان عندك vision على camp لما اتاخد بعد ما يروح الكم تشوف يطلع لك timer عليه على كل camp مو بس red or blue على كل حاجة krugs نقصوا base xp حقها دحين يبوك في الجنجل في اي side من الجنجل لو اخذ side كامل ستاخذ level 3 ما يفرق زمان كان بس لو اخذ side 1 يعني 3 في red side jungle لو اخذ krugs و wraith تصير level 3 بس blue side لا عشان krugs و هذا كان يدو زيادة دحين لا دحين any site حتكمل كامل حتاخذ level 3 طبعا including scatala عشان لانس scatala كامل زودو في البداية شارل catch up xp ابغوا junglers يكون level هم زي level game ما يبغوا level هم يكون طاير level level 3 هو الحال لا ما يبغوا الكلام هذا فهذه هتأثر على junglers في البداية بس اظن people will find a way to make it work for me مالذي سامحوني انجليزي كل شوية الثانية هذي العادة اللي لازم احاول مو اتخلص منها بس اشرح فلو قلت حاجة بالانجليزي اقولها بعدها بالعربي على اساس الجميع ان شاء الله يستفيد نقصوا الهلث حقهم ونقصوا البيس gold نقصوا البيس اكس بيس 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 في كل الحالات نقصوا بيس 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 gold على اساس كل السايدز تمشي مع بعض بعد كده اللي ثالتي ايتمز نزلوا عملوا تعديلات على لثالتي ايتمز ونزلوا ايتمز جديدة الدسك بلايد شالوا منها البلاك اوت كان لما تمشي تمر جنب وارد تشوف الوارد تقوم تشيلها بضربة واحدة هذي انشالت زودوا الداميج حقها نفس الشي يعني كل اللي صار فيه انه زاد الاتاك داميج وشالوا منها البلاك اوت هذي ما زالت تنفع على التشامبيونز اللي تنفع عليهم حاليا ما تغير ولا شي اليمومو نفس الاتاك داميج زي ما هو الاتاك زي ما هو 40% زي ما هو زادوا عليها 20% مو سوري زادوا عليها اليمومو اكتف now allows the user to ignore collisions for the duration ايش يعني لما تمصي فوسط المينيونز المينيونز ما يوقفوك ما في collision تشغلها تشتغل فما هو تغيير جذري بس انه صار والله تعطيك مجال انه انت تجري فوسط المينيونز منذ ما حد يوقف الاتاك اتغيرت نقص نقص للتاك دامج اللي تارتي نقص الزاد اللي هو عشان كان اول لما تسوي تشغل الشيلد تضغط الشانل ثانية واحدة بعدين يجيك الشيلد يجي السبعة ثمانية هذا تغير صار ذحين سبل شيلد ذات بلوكس ازاي بايد خلاص ذحين مو لازم انت تشغل حاجة حيكون عليك سبل شيلد هذا كل اربين ثانية حيرجي يترجع فالايتم هذه صارت ديفنسيف ايتم وما فيها اكتف خلاص هذه في حالات خاصة تنفع لو كان قدامك واحد زي مدري مين تبغالو حاجة توقف لك واحدة من السبل حق ها حتنفع ايتم جديدة اسمها السونغوين بلايد السونغوين بلايد هذه صراحة انا مانيعارف مين هيشتريها قد ما حاولت اخلطها يمين يسار اشوف تنفع على مين في الميد انا ما عارف مين ميد يستفيد من التاكس بيت يعني لثالتي ما يعرف صراحة بس لاتس اسشوم انه فيه شامبيون سيستفيد منها مرة كويس التوتال كوست 3000 سرات بلايد اتاك دامج 50 لثالتي كل ما زاد عدد الشامبيون اللي جنبك كل ما زاد اللي ثالتي تزيد اللي ثالتي وتزيد وتجي اتاك سبيد بوف حتى ثلاثة ثواني ديكاين if other enemy champions get too close فهذه صراحة من يعرف مين حيستخدمها احتمال تشتغل على زنزاو اكيد بس زنزاو is not an assassin in this context فممكن يستفيد منها سابورتين بس ماني شايف زد ما يبنيها ما 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 ادري ليش ممكن يبنيها زد بس انا ما عرف ما حافتي حنشوف ان شاء الله مع الباتشات الجاي وسيلا ممكن نتكلم عنها امبرال غليف ايتم برضو جديدة نفس البف نفس الباسيب اللي كانت على دسك بلايد نقلوها على الايتم هذه 2400 مرة رخيصة تاك دامج 50 لثالت 12 10% وحطوا فيها الامبرال غليف هذه الايتم هتكون يمكن القوتو لكل الناس اللي بغير يسوي روم من البداية بسرعة الساسين لانها رخيصة تقر تأخذها بسرعة وتقر توريك في اه 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 احتمال الناس كثير هيبدأ ياخد الامبرال غليف قبل ما يحتاج يامو وعلى اساس هي باكسمايزز الدامج حقه ودى حين عندك ترى اربعة ولا خمسة ايتم لثالتي يعني ممكن زمان تقر تول عمره ثلاثة ايتم لثالتي ما عمره كانت ممكن يوسكيل تود الات قيم دى حين كان ما ادريش الناس هتسوي صراحة بالايتم هذي بس هنشوف المستخبل السابورت ايتم تغير الميكانيكس حقتها كان لما تشري سابورت ايتم لازم تلويلها بانك تستخدم الباسف حقها بعد ما تلويلها تروح تسوي لها افغريد تتفعل 500 قول لشان تسوي لها افغريد يعني اول مرة 400 او 500 او 400 بعدين 500 900 بعدين عزون 900 تانية على اساس تسوي الابغريد للابل هدا كل وراح عاليا هي تلويل بنفسها انت لازم تسوي الباسف حق التلبيل السابورت ايتم تبدأ تشتري ها 400 قول هي تير وان حتصير تير تير بعد ما تكبرها بعد ما تسوي الكويست حقها الكويست مرت يعني لفلين كملت الكويست لفلتها لفلتها لفل ثلاثة اوكي لفل اثنين تسير عندك ثلاثة واردز وتطلع لك زيادة تطلع gold with tributes earn gold with نفس الشي بس حتزيد حتزيد انو والله على حسب الباسف حقتها بعدين حتزيد ثلاثة واردز بعدين لما توصل لها ثلاثة تلاثة على حسب حنشرح الستاتس لما ننزل عليها وحتسير عندك 4 واردز بدل ياخدوا للك shield ولا ياخدوا واتفر هذه تكون تكون تر البلدز اللي هي سونا طارق البلدز الغريبة العجيبة هذة اللي هي ما يبوها لو في احد ما اخذ item support واخذ 20 CS في اقل من خمسة دقائق 20 CS يعني ثلاثة ويبات من عشرة ويبات حينقص الgolden اللي ياخد من المينيونز بعدها 50% ولو كمل برضو زيادة ياخد CS حينقص الgolden اللي ياخد من المينيونز 80% للخمسة دقائق الجاية حينقص الgolden فما تقدر ما تقدر يعني هذه completely خلاص ما عادي ابوك تلعب البلد الغريبة هذه البلدز حق الحق السبورت ايتمز كان زوان عندنا كان الspell ثيف والريلك وش اسمها هذيك اللي هي صرات النبي الانشين كوين تحين تغير تصار في اربع باثس ولا خمسة باثس اربع ايه اربع اشاء واحد وحط اثنين عندنا ما تغير زي ما هو level one damaging spells and attacks against champions or builds grant 15 gold اتشارج every 10 seconds هذي التربيوت حقها سبال تطيف حتيرطيك ability power حتيرطيك health والتربيوت style كيف تتلفلها لازم تسوي damage كل شوية damaging spells and attacks لازم انت persona بجانا تجي تضرب ما تضرب ما حدق تلبيل الائتم يا بابا احب هذا احب هذا لانه اجبر حتى اليوتيلتي سبورت وحتى السبورت انهم يلعبوا شوية كل 10 ثواني لازم تروح تضرب لو ما ضربت ما حدق تلبيل الائتم وهذا الطريقة الصحيحة اللي تلعب بها الموتو يجلس اللي وارك كده متبطح تستنى الادسي حقك يجلس تسوي الشغل كله وانت كل ما واحد دخل عليك وبعدا تجل استفلي متزعيك فthe idea is لا ده حين استفيد منها level one فيها صار عشرة health اول ما كان فيها health level two صار فيها 70 health level three صار فيها 60 health 60 AP 150 health الطريقة الوحيدة اللي تلفلها انك تسوي attribute attribute كل عشرة ثواني تروح تضرب او تسوي auto attack او ability طبعا عندك sorry مو كل عشرة او عندك three charges فكل عشرة ثواني you gain a charge فممكن تضرب ثلاثة ضربات ولا هاد عشان تلفل كل ما تجيك تشارج يا شباب روح هستخدمها عشان تلفل الطريقة الثانية spectral spectral cycle line انا اذا ما بقرأ صح انا اسف مقدما عقلي زي عال attack damage health وبرضو tribute هذه تنفع على المage support اكتر من utility support طبعا اذا انت utility support زي تبقى تضرب ولا زي نامي انا افضل spell thief edge انك تاخد spectral cycle اللي هي تلعب defensive بس المage بحقك ما تقر تسوي فيه شي او اكسري مو المage بحقك هنا attack damage هنا ما نبغى attack damage احنا على هذول اثنين فدائما utility support او حتى ميش support حتى اخذ spell thief في ناس يمكن يعني جانا عشان attack damage helps her auto attack سبت ففي كان قبل فترة طويلة فاكرين يلعبوا بيها شوية attack damage ولا عشان تسوي damage او كان attack damage حقها buffed فلما تسوي auto attack مرة تعور بس ما اظن في احد حياخذ ها بالطريقة دي في كل حالات line هذا نفس الفكرة تاخذ attack damage health عشان تلويله لازم tribute يعني لازم تسوي auto attacks ولازم تسوي ولازم تسوي abilities عشان تلويلها هذه I would say thrash كويسة عليه مرة كويسة arranged السيمي دحين يمكن تنفع على سنة مرة كويسة اي احد that is dependent على attack damage و ranged مرة كويسة عليه بعد كده نفس النظام القديم بس غيروا طريقة ال اصحب دحين سوو مرة سهل كل يوم وانا في الجيم يجي معايا thrash واحد من thrash من الاياه يستنى ما يضربها في اخر لحظة زي ناس يراد يضربها قبلها يصير ما تروح يخسر دحين لا اول كان كله يتمد على health بس كان health لازم 200 دحين ال health اقل من 50% لو ضربت المنين حيروح ولو كنت range لو اقل من 30% من max هل تحق وحيروح ف سهلوها اكثر لل range support ف thrash مازال ممكن ابني هادي عيال هادي مور aggressive حاليا هادي مور passive يبا ويلعب شوية passive وخايف والجنب والماتشابر الادسي يخسروا الماتشابر اللي قدامهم ياخد هالي عشان يقدروا يهيلوا يجلسوا طبعا ياخد health و ability power ability power برضو تنفع على thrash على اساس كده قلنا ناخدها على thrash it's semi fine طبعا كل الميليز تقريبا الستر و اي adc ليونا سوري اي support ليونا هدول الكبار كلهم this is the best item عليهم ما اشوف اي احد فيهم يطلع عن هادي اول كان فيه ممكن ياخد ال ancient coin it's not an option anymore ما اتفيه وهادي كيف تلبلها بانك تضرب الميليز يا شباب اول باول عشان تلبلها اوكي راكان ممكن ياخد هادي وممكن ياخد هادي برضو راكان وممكن ياخد هادي راكان actually diverse ممكن تنفع عليه اكتر من واحدة راكان عشان الكيو حقته تخلي شوية range ويقدر يسويها كل شوية فممكن هي prox هادي واذا يبالعب مرة سيف يلعب relic shield واذا يبالعب damage شوية ممكن يلعب بهادي فايك احتمال كبير حيلعب relic shield بعد كده steel shoulder guard health attack damage and spoils of war هادي اوك سوري انا يمكن ما فرقت بين هادي وهادي هادي وهادي نفس الشي الشامبينز اللي الAP افضل لهم ياخد هادي الشامبينز اللي الAD افضل لهم ياخد هادي الستر يمكن ياخد هادي افضل عشان الAP ينفع احسن على العبليتز حقته على الهيل على الباسف على المدرمين الستيل shoulder guard يمكن يمكن اذا تبتقوي الauto attack حقتك على ثرش يمكن تنفع احسن اظن برضو هادي سوري بايك احسن هادي من هادي وانت فرق شوف الشامبين حقك اعتمد AD تاخد هادي اعتمد AP تاخد هادي اذا تبتلعب safe وهادي برضو اذا اعتمد AD تاخد Spectral Line اذا اعتمد AP تاخد هذه اذا تلعب ص FROM اربع كلي لين واضح LAURA beg بعد كده الشوريليا شوريليا شورiyيليا هشوريليا غيروها شوية ال estud شر ز حقها ز خلي خلي قول داون داكشن خلل المانا ريجن هيل اند شيلد باور عشرة في المية زاد هيلث ريجن زاد مية في المية شالوا منها الابلتي باور هذي الايتم صارت تنفع مرة كويسة على كلها جات فترة مو فترة فلاد ياخد الايتم هذي اش اسمه الجنغلر هذا ايفرن ياخد الايتم هذي فيه تشامبيونز سبورت يعني ما بنشوفها يتنبني كثير بس دحيني تسألت مور فايابل على على اليوتيلتي سبورت زي جانا وزي هذولا مرة كويسة عليها الابلتي باور is nothing necessary بس فلاد ما عدت حنشوف الايتم هذي عليه يا شباب ايفرن اظن حينبني عليه جانا اي سي الارف يعني فيه مواطن كثيرة ممكن جانا تاخدها نامي برضو نفس الطريقة مدام فيها هيلث وشيل هذي سبورتس كثيرة يقدر يستفيدوا منها صراحة واللي حلو فيها الاكتف رينج زودوه من 700 الالف بعد كده الانرجايز والكريت ايتم الدامج من اي 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 ايتم ثابت zap keep moving Cartoon tower. it will energize it معك. damage from energize effects now stacks rather than choosing the highest damage. interesting. هنتكلم عنها بعدين. الستورم بريزر غيروا. خلوا فيه crit. هذا معناه كل الشامبيونز اللي يستفيدوا من ال crit في بداية الجيم ممكن سألو ياخدوه. كيت. دريفن. اه جن. اه زاية. اه نبقى نقول اه شاسمه. اه. ملتبل تشامبيونز يقدر يستفيدوا منها لانه تطيك باور في بداية الجيم مرة سريعة. تطيك باور سبايك سوري مرة سريعة. الكريت اللي فيها ما هو قليل كتير. دي هنا قصل على داك دامج تكة. بس الكريت اللي فيها يعوض عن الحاجة هدي. في تشامبيونز يعني الاتم هذي مرة كويسة لهم. اه الرابيد فاير كانون اه شالوا منها صار دايما لان رجايز دامج مية وعشرين. صار ثابت على طول الوقت. مو ستين بداية الجيم يوربين. صار ثابت من بداية الجيم. فهذا هذا معناه في بف بسيط على الرابيد فاير كانون في بداية الجيم. اه بزرعة لما تاخد المو مش الرابيد كامل لما تاخد الاتم هذي اللي هي ال الاخت هذي. اه. الكريشير شارد. من بداية صارت تعطيك كدة دامج اكسترا زيادة. اه فيمكن في ناس حيفضلوا انه ياخدوا الاتم هذي على الجيل في حالات محددة ما ادري ماني متأكد حنشوفها بعدين. معد في هذا كان اول كان لما نتاخده كان بحاجة겠죠 Because their baseline energy functionality now. هذي هذي شالوها من الاتم لانه صارت خلاص على اي موجودة على اي، اي 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 أول كان لما تأخذ الرابيد فاير كانون وتأخذ الستاتيك شيف يعني يزيد حقه عشان عندك الرابيد فاير كانون لحين ما عدت سالح تاجة الستاتيك شيف الانرجاج الدامج برضو ثبته مئة وعشرين الشيف لايتنين باونس بدل خمسة سبعة هذا معناه لو في عندك مينيون ويف ستة لو ضربتها ستة لو ضربت اي واحد من المينيونس واحد من الشامبيونس أكيد مية في المية حينضرب لو كانت المينيون ويف اللي قدامك سبعة كل المينيون ويف ستنضرب فهذه لا تنساهي يا شباب هذي تقريبا فيه مية في المية تشانس انه انت تضرب شامبيون لو انت ضربت المينيون اللي قدامك فهذه بف مرة كويس على استاتيك شيف مرة كويس الشيء الوحيد اللي نزل انه والله ما عدت سارت سويس يعني كريت سارت مور شانسز انك تضرب شامبيون بس الشانسز هذي ما فيها هاتف اول كان ممكن تضرب وضربة تزوي كريت لحين ممكن تضرب وضربتين ثلاثة اربعة وانت تضرب منينز من بعيد انا بالنسبة لي هذا بف عظيم على الايتم هذي طبعا لا تنسوا انه زودوا الكوست الزبال حنشوف هتكلم عن عنزيل هذي زودوا الانرجايز دامج وزودوا التوتال جولد كوست حقها هذي شالوها من القيم الكلوكوف اجيليتي زودوا الكريت كريت كال سترايك 25% الزيل عشان شالوا الايتم هذي وصار يبني عن طريق كلوك اظن ايوه كلوك وداقر زات سعره صار 1400 في الباور سبايك اتأخرت ويف زيادة يعني في ويف زيادة لازم تاخدها بس زاد الكريت كال سترايك حقك طبعا الاتاك سبيد 3% فما عندنا مشكلة فيها بس اتزيل باور سبايك مرة كويس على تشامبيونز كثير يعتمدوا على 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 شسمه على الكريت كال سترايك طبعا ياسوين مايند للأسف بس باتشوت اه بلد باث اتغير حق الفانتم دانسر عشان شالوا البرولز قرب نفس الطريقة زيل ما اتغير شي شالوا سبير اف سوجن شالوا زي زي روت شالوا اوم ركر شالوا رابط الكلوك اللي تبني لزي زي روت الى اللقاء يا أصدقاء اتم ست ست ايديتر ما يهمني كلبتو مانس يخرجواها من قيم نهائيو بدالوها بشي عظيم بس شي جديد اسمه امني ستون امني الستون هدا كل شوية تعطيك مختلفة. ما يضري لي. بس اوكي. اخدتها هذي لو اخدتها كل فترة تاخد كده تجيك وانت بتلعب تجيك مختلفة. شوية تجيك شوية تجيك طبعا ما هي ما هي ماشية بطريقة محددة. وفي لو جاتك ثلاثة وبعد ما تخلص كلها يصير لها ما ادري مين المتخلف اللي هياخد الومني ستون هذا. ما ادري اللي نزلوها بس اظن يعني الاس بيقول والله هذي هياخدوها اللي ما عندهم اي كي ستون تانية. از هياخد هذي. يمكن. والله اعلم. مين هياخدها? I have no idea. من يعرف مين يمكن ياخدها. بريودك لقينا single use of another random كي ستون. كل شوية والتاني تاخد استخدام واحد فقط لكي ستون. يعني جاتني استخدام بريست الاتاك راحت. جاتني آآ ليثال تمبو استخدمت ليثال تمبو راحت. لا مراحت. يعني انه اقدر استخدم. it can also it can't be rolled again until only three options are left. كل تمانية اربعة سواني اذا كنت مليه. كل اطناشر تمانية سواني اذا كنت رايت. after using the last scaling is way towards later levels. I don't know. اتضلت برا كمبات رجعت البيس واربعين سانية ما تحركت وما استخدمت الكي ستون هذي حتنزل لكي ستون ثانية بعدها. your current keystone shows up. الكي ستون هذي تبان فوقك انت تبان عليك ليك والتيما اللي قدامك كله تبان. اذا جاءت عليك دارك هاربست ولا جاءك اي ستاكات تاخدها منها هتبقى عليك طول القيم. اوكي? I don't know who the fuck will use this طباها. الكونكرر غيروها شوية. شالوا ترو دامج منها كمبليتلي. الغيروا عدد الستاكات كان عزون خمسة استاكات دا حين صار عشرة استاكات. yes ten الكونكرر دا حين كانت تمانية في المية دا حين up to fifteen percent post mitigation damage. ايش يعني post mitigation damage? يعني بعد يعني post mitigation يعني دو ضرب حقتك تسوي مية. بس هو لابس ارمر ولا ماجيك ريزيست. تسوت سبعين. حيحسبوها خمسة اشر مية من السبعين مش من المية. اول كانت بري دا حين post post. ايا بعد مزبوط انا صح. فالستاكات كيف تجمع الاستاكات اتنين لو سويت واحدة لو سويت اوتو اتاك. اه ارمي سوري اتنين لو سويت ابليتي ولا ملي باسيك اتاك واحدة لو سويت رينج اتاك. بس عشرة استاكات. اوكي? يعني كل ما تزيد مضاربة. ما زارت كويسة. كونكرر ما زارت ممتازة. السستين حقها صار مرة عالي. السكريمش باور حقها مرة عالي. لو تويت ضربة مع واحد كل ما تطول زيادة كل ما تتحسن زيادة بس ما فطروا دامج. صار فيها سستين مرة كثير. ازاد او ازودوا فيها يعني الالالالا ازاد ادابة افورس سواء انت ايدي يجيلك دامج ايدي اي بي يجيك دامج اي بي وهكذا. اوكيي? الافتر شوك. الافتر شوك عملوا فيها تعديلة بطريقة انه ما يخلوا الشامبيونز الشمفيشيز اللي كانوا يلعبوها يلعبوها اول. حصار لحين اول ما تاخدها الريزيستنس كان يجيك سبعين زائد خمسين في المئة بونس آآ لحين بس خمسة ثلاثين زائد ثمانين في المئة بونس ليش سووا زك كده عشان ما يبغوا فيدل ستيكس ياخدها بدات الجيم يصير فيدل ستيكس يسوي الالتحقات وينزل فوسط الزحمة الناس ما يقدر اللي من يضربوه ما يموته هو مفروض سكوشي ونفس الشي على ليساندرا يبغوا التانكس اللي عندهم سيسي ياخدوها يستفيدوا منها اكتر مش هدول الاتنين فبينظفوا الجيم ستايل بينظفوا الجيم بلاي اي جيم بلاي بيتبروه ماهو ناتشرال بينظفوا فأي لايك التشينج هذا صراحة التشينج هذي كلها لو حاسين شباب من بداية الباتش إلى النهايته كلها مره اجريسيب نبغى مضاربة طول الوقت نبغى تلطيش نبغى الجيم يخلص بسرعة انا ما حب انه يسوي كل شي نعرف انا حب يسوي كل شي بف وكل الجيم يصير حماس وفلة تخش تبغى تلسع وتتلسع اتس فن تكون تقريبا لما تقوم بتلطيش تور الوقت بس اقلها التشهد في الحظة هذا يعني اكبر رون تغيير ذاتيس ذاتيس ايبغي طبعا عشان نزلوا التعديل اللي نزلوها على لا رون التعديل الاتحالة وليسي اللي تقوم باحد الاتحالة دارونز. التفاكرين يا شباب لما نسوي الكلاود فوق قال لك كل كلاود دريك تاخده كل الت تسويها. سوري. الت لما تسويها اه يجي لك موفمت سبيد. واذا كان عندك الكلاود اه اه ام شاسمه? بعد ما تسوي الالتي ممكن ينقص الحقك. فاول كانت نقص الحقك. فقال لك شلنا وحطيناه في الكلاود دريك مان يبغى يسوي شي. غيرنا كوبليت لي ايش يسوي. دحين ريستوري 20% هلاكا بريزن. 20% of mana or energy and increases your maximum mana by 100 up to 500 or your maximum energy by 100 up to 50. فنفس الشامبيونز. هادا بف شاسع برضو مرة تانية. المين? الى اللقاء لكل اللي بيلعب قدامه حاليا. النمبس كلوك. نفس الشي عشان برضو كلاود ريك. سوي نمبس كلوك فقام وغيروها. كان على الالتي يزيد. ايش يسمو? اه تاخد بوف اولد احنا نخلوها على السامونر سبل كاست. لما نسوي سامونر سبل يجي لك بعدها 15 to 35% موفمت سبيد. اه على حسب الكل داون حق السامونر سبيد. اذا من الفلاشات مثلا التلي بورت بعدها يجي لك 35% موفمت سبيد لمدة ثانية ونص. اذا كانت من القصيرة يجي لك 25% موفمت سبيد. الفلاشات وتوارد ترى توفهم إ hac او الطفولهally نشط والجم تلحنا وتعلي الفلاشات. لني Eisجل موفمت سبيد. مالك تم ترحياتك بد وُنها وجوده سبيد تفرين تشيير الم Reinatore. ما أدري إش هل تشينجوز هذي تويستد ريلاين سنسيت تويستد ريلاين باي باي نقرأ عليها نقرأ عليها الفاتحة داخلها إيش نقول لما نودع إيش نقول شذا إلى اللقائي يا أصدقائي كون ان شاء لت أنتهينا مع السلامة الليعب عشرة قيام وخمسين قيم مئة قيم نزلوا عاجة محددة The essence emporium The essence emporium retains to Pre Season from November Bug fixes ما في شي ضروري true damage skin ما في شي ضروري Falsify Thresh Palsify Thresh Prestigidation هنقهر من الprestigidation ينزلي skin وبعدان ينزلي مدهب منه هدفع فلوس تخفضها راضي والفكتوريس اللي حينزوا لا يحد عنده وبكده يعني السماء اللي صراحة يطول بس الجنجز العظيمة الجديدة هذه اللي نازلة أنا أقدرها I like where the game is going I think we are all going to enjoy it كلنا حنستانس وننبسط فيه I think so وأظن بكده نقول الله يعطيكم الصحة العافية نشوفكم إن شاء الله في الباتش نوت الكبير القادم وإلى اللقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة